موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر لطالما سندت العراق الشقيق على كافة المستويات باعتباره أحد ركائز الاستقرار والأمن العربية مشددا على أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام التدخلات الخارجية في الشأن العراقية التي تهدف الإسكاء النعرات الطائفية مضيفا أن عراق مستقر وآمن يعد إضافة محورية لغنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربية جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربية والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد بشأن الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق كما دع رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى دعم العراق وتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استراض شحنات دواج مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواج المجمدة آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة وتغضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حل رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة لاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء افتتح وزير البترول والسروة المعدنية المهندس طارق الملة مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواشة أحدى مناطق الدعم اللوجستية التي تلبي جانباً كبيراً من متطلباتي واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى توصيل الغاز للكرة التي تشملها مبادرة حياة كريمة وأوضح وزير البترول أن هذا المشروع أحد النمازج التي يشملها برنامج تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ منذ عام 2016 للأصول والمنشآت البترولية التي تخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية والتحول الرقمي في تشغيلها لافتاً إلى مساهمته في تنفيذ خطط الوزارة في إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بإكافة أنحاء الجمهورية وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بالإصراع في إنهاء مشروع مايكانت مركز طب الأسرة بحي ثاني محافظة دمياطة ليكون النموذج الممايكان المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن مرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية جاء ذلك خلال جولته اليوم لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توفر كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة يواجه فريق نادي الزمالك في السادسة مساء اليوم باستاذ حماد العقربي بالرادس بتونس نظيره فريق نادي الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دور أبطال أفريقيا كما يستضيف فريق النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم باستاذ الأهلي والسلام نظيره فريق سانداونز بطل جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دور أبطال أفريقيا